خلينا أما أقول موضوع الخيانة الموضوع اللي حنتكلم في النهاردة انتشر بشكل سيء جدا جدا والفترة اللي فاتت والفترة اللي جاي أنا متوقعني وش هينتهي يعني ليه الله أعلم الله أعلم ناس الغير متخصصة تاني بكرر الناس الغير متخصصة في قضايا أو مشاكل الأسرة بيعمل ليه بتفتي فاتي بقى فاتي مش عايز أقول لكم فاتي بدون علم بدون خبرة بدون علم حقيقي أو خبرة حقيقية وبعدين نشروا أفكارهم بقى تجاربهم الشخصية يعني يونشروا أفكارهم وتجاربهم الشخصية ويلزموا بيه المجتمع أو يلزموا بيه حالات مش تباحهم خالص وكاني ده وده الحل ليه أصلا أنا مريد بكده وأنا مريد بتجاربه شخصية وده المفروضة غلط غلط وطبعا يلزمك بيه كانوا ده حل وده صح من وجهة نظره هو ويفرضه عليك وطبعا بقى ايه يا سلام بقى يا سلام بقى لو كان حد مشهور ولا يوتيوبرز ولا أي بدين جنم اللي بيحصل يبقى خلاص وبيقدم أي حيارته وبيقدم حاجة ده كلها حاجات تهاية فات يقوم يغير تفكيري اللي بيسمعوه ويفتب غير علم حقيقي أو خبرة حقيقية أو تقو حتى ما فيش ونفجة بقى مرة واحدة طلع لنا ترند كده بالسلوك الخاطئ قصة اللي هنقولها النهاردة انتشرت وعليها لغات كتير ونفتش كتير قوي وتعلي شوفوا بقى كومنسة عاملة ازاي وبعدين يهب يجيبوا هلأ في جروبات الحريم وبعدين الحريم يتناقش بقى وبعدين البنات تخشت في كل ده بسبب ايه حاجة أي كلام القصة ان كان فيه واحد عامل بس مباشر امبارح او اول تقريبا واستقريبا امبارح ما بين مكالمتين الزوجة الاولى والزوجة التانية موضوع الزوجة التانية احنا اتكلمنا فيه قلنا امتى يبقى الزواجة او امتى يبقى فرض امتى يبقى مكروه وامتى يكون حرام اصلا كتتجوز الزواجة تانية فيه حالات وكلمنا وقلنا اخطاب قبل كده للزوجة اللي التانية تعملي ايه ولو جي تعملي ايه عشان ما تضعيش ولو راجل وخد قرار تعملي ايه وقلنا كلام للزوجة الاول هنعرج عليه عشان ما نبقاش نقرر فلان ده عمل مكالمتين ده حد مشهور او سوشيال جي واحد ده اتصلت بيه عشان مشكلته تعالي هنا انت بتتصل بدا ليه يعني تتصل بحد بيعمل فن او ارتس او بيهرقوا وبينكتوا ده اللي هيحيل المشكلة هنحن فن ده الكلام ده طلعت متجوزها بقى لها ست سنين وعندها ولد وشكة في جوزها انه بيخونها مع واحدة تانية وجابت رقم غريب وبيرن عليه كتير وقدت الرقم ده لفلان الفلاني المشهور علشان يعرف هي دي مين والكلام ده طول انت صلت بيها طلعت واحدة ست بس انا عايزك تعرف لي دي مين فهو وقحها في الكلام وقال لها حضرتك حرم فلان الفلان اللي هو ازم الزوج يعني اللي احنا مش هنقوله اكيد ردت قالت اه وبعدين اقرب بعديها انها بقى كانت حامل من الزوجة الزوجة التانية حامل من الزوج ومراته بقى فضلت تعايته منهارة جدا على اللايف وكان لايف ما يعلم بيها الله ربنا زي ما قلت لكم موضوع الزوجة التانية او انه تزوج عليها بدون علمها اتكلمنا فيه قبل كده هنختصر النهاردة في نقاط بس اش امرقاش بنعدي الكلام لك اننا حابين ناخد الزاوية الجديدة ما هقول شوية هلعونا زاوية جديدة لكن الحبة نبه عليه كمية الفاتش والكلام الغلط اللي تقال وتفسيره وحل المشكلة ايه بما يرضي الله عز وجل ان ده سأفنا الله عز وجل ورسوله وكما قال الله وقال الرسول لان ممكن حل كلمة تقال في الله تهد الدنيا وهدك ستر بيت وخراب بيوت وتشريد اطفال ما لهمش اي زنب في القصة دي كلها الغلط اللي حصل في المكالمة لانت كزوجة رقم واحد عدوا معاي لانت كزوجة او انت كزوجة تروح تحكي لحد مش متخصص اوله مجرد انه مشهور على فكرة انا عايزة اقف عند النقطة دي واكلمكم شوية على حتة مشهور دي هي الناس الناس يعني الناس بقى ايه تفكرة ان المشهور ده حد حد واو قوي يشوفوا لك ايه المطعم الفلاني هيفتحوا المشهور فلان الفلاني اللي بيجي على السوش المسل مشوا عنده ملايين ومشاهدات وهكذا تبص تلاقي الدنيا الناس كل الموبايلات مرفشان بس يصوروا فلان ايه هالهوس ده هو ده الوعي اللي حصل في العالم هو ده بقى الدنيا انه يبقى الفيشونيستا والبلوجرز ماعرفش ايه وهو دول شو ما دول يا جماعة وكرسى ان الجيل الجديد مثلا ده يقولك ايه ده هوا انت بتلوميني على ايه لبس ايه وانتش شوفتي فلانة وشوفتي فلان اخضر على فوش عايزين ايه بقى ليس انت موضوع اخضر على فوش لا اصلا هو حصل كده فكان لابس كده اه مش مهم الشرطة كان مقطع بس بقى ده دولت اللي بناخد منه ومنستقى منه انت ليه كزوج وانت ليه كزوجة تروحي لحد مش متخص مجرد انه مشهور فهيحللك الدنيا اكيد مش عندهم الحل تاني حاجة لنذكر اسم الزوج على الملأ في بس مباشر يا ايتي بتتصع ليه بس في بس مباشر ونفضح ونحتك ستر وتكشف بيتكم بالشكل ده وستر البيت بالشكل ده وارجعوا للحلقة بتاعت الموسم الاول خمس سنين فاتوا اوعد طلعي سر بيتك بره لا ايا كان الا الثقة المؤتمن بس لخيرا في كثير من النجوة اللي هم من قمر بصداقات انه اعرف او اصلاح حد بيصلح خلاف كده لايه بتعملي ايه انتي تالت خطأ طب قبل ما نشوف تالت خطأ انا ممكن ابرر حتة كده حتة برضه عشان احنا حريم في عندنا موضوع المشاعر عالي شوية مش لايه حد تتكلمه ما تقدرش تقولي الكلام ده لا عندهاش لا ام ولا اخت ولا حد ولا حد يعرف له بقول لها في ايه ان واحدة بهدلة اخر بهدلة بقول لها طب هاتي رجالة قلت لي ما عنديش رجالة في العيدة طب حد من جرانكو طب حد كبيري طب ما ممكن تكون مش لايه وبتفضفض او الله اعلم يعني انا معرفش اكتعرف ان ده مباشر ولا مباشر على الملأ شافوا الملايين باسم الزوج وعمل وعمل كرسة تالت خطأ تفسير بقى فاتي بقى اسمعوني الفاتي بقى ماذا الله بيمن سلطان فاتي غوازه حرام 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 يعني لا تعرف ايه فين هما من الاية ولا تقول لما تصف والسنتيكو بالكاذب هيا ده حلال واضح ايه كارسة دي الناس كلمة الحرام طالعة كده خاني الزوجة سايقوا عليه بقى الناس عملا تشتم خاني الزوج يقول لك حرام حرام خلينا في رقم 3 عشان مش عايزة اسيب لكم حاجة من اللي موجودة تماما من انا كتبات كون الفاتي حرام حرام كلمة بسة حرام حرام بصوا وخاني الزوجة ده له رد شرعي اه له رد شرعي ورد اخلاقي اه رد اخلاقي احنا في ثلاث خطأ ركزوا معاهم انا عايزيكم لو تجيبوا وراء وقلم وتكتبوا وراي اه الرد الاخلاقي بما يتناسب مع عدم نسيان الفضل ولا تنسوا الفضل بينكم ده مهم جدا مهم طبعا لازم نسمع ايه لازم نسمع الطرف التاني مانا مسمعتش الزوج اه رحل القاضي ده فخات لي عين فرجاب التاني فاخدت له ليه قاله ما هو فخيت لي لتنين لا 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 وظن يا داود انما فتنا وخرى ركعا وقناب لازم نسمع الطرفين لازم طيب موضوع ان تفسين الزواج حرام هنرد عليه موضوع ان الرد الشرعي طب اه اه موضوع اعلامها او غير اعلامها حكم الشرعي وكان هنرد عليه الخطأ الرابع احد الشباب بقى كتبوا وراي كلامك احد الشباب راح علي بس كده عشان ايه نتكلم بالراحة بالله عليكم وركزوا معايا الشباب اللي كانوا مشاركين في البس بدون علم او مرجعية علمية او شرعية حرام ده اللي بقولوه او عكو عملك وفاتش واو عكس فالتاني لما لقى اللي اتنين عليه ها ايه سكت احنا في الحلقة دي هنحاول نقول الصح والحكم الشرعي في الموضوع ومش عايزة الزوجات يزعلوا اسماعي اللي هقولك عليه وهنقول كمان الاصل الاخلاقي هنا ايه لتعامل ما بين زوج وزوجة ايه هو الامر واحد زائد واحد وهو كذا لا ده فيه فيه حياة وفيه عشرة ايه اللي هيحكمنا هنا ها ايه اللي هيحكمنا هنا الشرعي والفضل ونرجع تاني نقول المصطلحات بمسمياتها الحقيقية عشان ايه ما نغلطش وما نعودش نفتي بكلام وبعدين نغير ونخرج ببيوت